بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم طلابي وطالباتي عبر قنوات عين Hello my students How are you today? All good Great نبدأ الدرس لهذا اليوم المرحلة هي المرحلة الابتدائية لصفوف التربية الفكرية الصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثالث المادة لغة انجليزية وموضوع الدرس colors معكم إلهام الهوش Online class rules قوانين التعلم الإلكتروني Our class rules قوانين الصف هي Looking eyes ننظر جيدا إلى الدرس Listening ears آذاننا تسغي وتستمع إلى ما يقال Quiet mouth نلتزم الهدوء حتى نستطيع التركيز والانتباه في هذا الدرس Helping hands نرفع أيدينا لطلب المساعدة ونقدم يد المساعدة لأصدقائنا عند الحاجة Lesson 5 is colors هذا الدرس بعنوان colors تناولنا هذا الدرس في الفصل الدراسي الثاني والفصل الدراسي الأول درس بسيط سهل ورائع يتحدث عن الألوان تناولنا في السابق ثلاثة ألوان من يتذكر ما هي In English Red Green And Yellow Great job في هذا الدرس سنقوم بمراجعة هذه الألوان لذلك سيكون الهدف العام لهذا الدرس After this lesson You will be able to name the colors مع انتهاء هذا الدرس ستتمكنون يا طلابي وطالباتي من تسمية الألوان Learning objectives أهداف التدريس After this class or this lesson You will be able to مع انتهاء هذا الدرس ستتمكنون يا طلابي من Name the red color when you see one تسمية اللون الأحمر عند رؤيته Name the green color when you see one تسمية اللون الأخضر عند رؤيته Name the yellow color when you see one تسمية اللون الأصفر عند رؤيته سبقوا أن تناولنا هذا الدرس يجب علينا جميعا أن نشارك في حل الأنشطة ليس كذلك Great job Let's take a look لننظر معا لهذه الصور What is this color? ما هو هذا اللون? Red, green or yellow? Red, أحسنتم It's red What about this one? What about this one? Red, green or yellow? Green, أحسنتم What about this color? Red, green or yellow? Yellow رائعين يا طلابي Now open your book نفتح الكتب على التمرين الأول Practice number one Practice number one Color ماذا تعني كلمة color? ماذا سنلون اليوم؟ The traffic light إشارة المرور ما هي ألوان إشارة المرور؟ In English Red, yellow, green أحسنتم أحسنتم ننظر لإشارة المرور ما هو أول لون في إشارة المرور؟ What is the first color? Red, green or yellow? Red أحسنتم أحسنتم ماذا تعني كلمة red؟ أحمر إذن نلون الضوء الأول باللون الأحمر Red نقوم بتلوين الضوء بهذه الطريقة ما هو اللون الثاني في إشارة المرور؟ Red Green or yellow Yellow أحسنتم رائعين يا طلابي نقوم بتلوين الضوء الثاني باللون الأصفر The yellow color ما هو اللون الثالث؟ The third color is Red, green or yellow In English Green أحسنتم Green رائعين يا طلابي نقوم بتلوين In which color? Green نلون بهذه الطريقة نسمي الألوان مرة أخرى Red Yellow Green Great job One more time Red Yellow Green رائعين يا طلابي Practice number two التمرين الثاني Write the names of the colors ماذا تعني كلمة Write Write نكتب أحسنتم نكتب أسماء الألوان باللغة الإنجليزية ما هو اللون الأول؟ ما هو اللون الأول؟ In English باللغة الإنجليزية باللغة الإنجليزية Yellow Repeat after me Yellow 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 كيف نكتب كلمة yellow؟ Y E L L L O W Yellow أحسنتم What is the second color؟ ما هو اللون الثاني؟ In English Green 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 أحسنتم كيف نكتب كلمة green؟ Green 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 What is the third color؟ ما هو اللون الثالث؟ In English It's Red أحسنتم كيف نكتب كلمة red؟ R R E And D Red Red Great job سيكون الواجب المنزلي هو إعادة كتابة الكلمات Yellow Green And Red أحسنتم Recommendations أو التوصيات Do your homework نحل الواجب المنزلي من يتذكر ما هو الواجب؟ إعادة كتابة الكلمات ما هي الكلمات التي سنكتبها مرة أخرى؟ Yellow Green And Red أحسنتم Practice نتدرب كيف نتدرب على هذا الدرس؟ من خلال نطق الألوان بطريقة صحيحة Green Red Yellow محاولة التعرف على أسماء الألوان الأخرى باللغة الإنجليزية مثل ماذا؟ Blue White Black نحاول التعرف على مزيد من الألوان تسمية الألوان باللغة الإنجليزية عندما نشاهد إشارة المرور مثلاً نقوم بتسمية الألوان Be prepared for the next class نستعد جيداً للدرس القادم سنكمل هذا الدرس بإذن الله And Listen to an English language نستمع دائماً إلى اللغة الإنجليزية درس اليوم All about the colors ماذا تعني colors؟ الألوان تعرفنا على Three colors ثلاثة ألوان Red Green And Yellow شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم